اهلا ومرحبا بكم في افتتاح هذا اللقاء والمؤتمر الصحفي بنرحب بالسادة اعضاء الشبكة الوطنية المصرية لاناليند ايضا بنرحب بضيوفنا من الدول في من اسبانيا والجزائر والبوستان والهارسك والدنمارك والالمانيا والاردن وهولندا وفلسطين وبولندا والمملكة المتحدة ارجو ان ماكنش نسيت حد من الزملاء من الدول المشاركة ايضا ارحب بضيوف المنصة سيدة السفير جيمس مورون رئيس المفاوضة الاوروبية لدى مصر ايضا سيدة السفير ابو بكر حفني محمود مساعد وزير الخارجية ايضا السيدة امال مختار من مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية واخيرا وليس اخيرا السيد اندرو كلارت المدير التنفيذي لمؤسسة انا ليند السيدات والسادة اسمحوا لي قبل ان نبدأ في فعليات هذا اللقاء ان نقف جميعا دقيقة انحداد على ارواح مراح وضحايا العنف والارهاب في العالم كله وليس في مصر فقط في قانون بيمنع اللي ما بيقفش دلوقتي يتحبس شكرا لحضراتكم السيدات والسادة الحضور في الشهر الماضي وفي 11 سبتمبر كان هناك ذكرى الهجمات الارهابية على الولايات المتحدة الامريكية وايضا ذكرى وفاة السيدة انا ليند وزيرة الخارجية في السويد هذه السيدة التي عاشت وماتت دفاعا عن حقوق الانسان دفاعا عن العيش المشترك دفاعا عن حق الشعوب في تقرير مصرها اغتيلت في 11 سبتمبر على يد متطرف قيل فيما بعد انه مريد نفسي ولكن العالم كله لا ينسى لهذه السيدة العظيمة مواقفها خاصة بعد تصاعد هجمات وصيحات الاتهاد ضد المسلمين بعد الهجمات الارهابية على الولايات المتحدة الامريكية فاصدرت وزارة الخارجية السودية كتاب وزع على جميع المدارس بالمجان هذا الكتاب كان هدفه هو نشر الاسلام بتسامحه باسلام المحبة بقواعد العيش المشترك في السويد وعمم هذا الكتاب على جميع الطلاب وكان الكتاب بعنوان الآن نحن نزين الغصن من المحزن ان بعد عشر سنوات على اغتيال السيدة أنا لند ان حلم السلام ماذا لحلما بعيدا مش بس بعد اغتيال أنا لند من عشرات السنوات ونحن نسعى جميعا لتحقيق السلام نسعى جميعا لقبول الآخر لنشر ثقافة الحوار وثقافة الاختلاف ايضا نتذكر انه عشية 28 فبراير سنة 1986 ايضا اغتيل اولف بالما وكان رئيس الوزراء للسويد اغتيل مساء حتى الآن اسباب اغتياله وسر اغتياله امر محير للجميع ولكن المؤكد لنا ان اولف بالما ايضا كان يدعو الى السلام يدعو الى حق الشعوب في تقرير مصرها كان يدافع عن المظلومين كان يناهض التمييز العنصر نشأت مؤسسة أنا لند لحوار الثقافات كتجسيد حي للقيمة التي نادت بها السيدة أنا لند مؤسسة أنا لند ايضا تتعاطى بشكل ايجابي وبشكل كبير مع المبادئ الديمقراطية ومع نداءات التحول الديمقراطي في الشعوب التي قامت بالثورات ندعم المجتمع المدني بشكل ايجابي ايضا طبقنا الديمقراطية داخل الشبكة الوطنية المصرية فكان منصب رئيس الشبكة ومجلس امناء يتم بالانتخاب وتم انتخاب مؤسسة معت للسلام والتنمية وحقوق الانسان كرئيس للشبكة الوطنية بعد ان حازت على ثقة اغلبية الاعضاء وكذلك معها مجلس امناء هذا المجلس يتكوى من خمس منظمات هي الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث جمعية اصدقاء مكتبة الاسكندرية جمعية حقوق الانسان بأسيوت والمركز المصري للشئون الخارجية واخيرا جمعية الجورة في منطقة الجورة في الشيخ زويد وبالتأكيد حضراتكم في الاعلام سمعتوا كتير عن الجورة وهي المكان الذي يتعرض يوميا لكثير من الاحداث ولكن اصر صديقنا من جمعية الجورة الاستاذ بكر سويلم ان يكون مشارك معنا وهيكون ليه تجربة هيردها ان شاء الله نؤمن في مؤسسة ماعت وفي الشبكة الوطنية بان التنوع الثقافي في منطقة الاورو متوسط ينعكس مش بس ثقافة لكن ينعكس على الانتخابات ينعكس على الحكم المحلي ينعكس على مبادئ احترام حقوق الانسان من هذا المنطلق فالشبكة الوطنية باعدائها ومجلس امنائها ورئاستها يتبنون الحوار هذا الحوار الذي من اجله سيكون هناك مجتمع ديمقراطي سيكون هناك تحول ديمقراطي ليس في مصر فقط ولكن نحن نتحدث عن الحوار وتبادل الثقافات في منطقة الاورو متوسط ايضا المجتمع المدني وهو موضوع لقائنا النهاردة هل يمكن ان يكون له دور في هذا التحول الديمقراطي وفي هذا الحوار والتبادل الثقافات بالفعل يجب ان يكون له دور وهو له دور حيث ان المجتمع المدني لا يسعى للوصول لسلطة ولا يسعى للوصول لحكم ولكن نحن نسعى كمجتمع مدني الى احترام مبادئ حقوق الانسان الى سيادة السلام الى اعلاء اهمية الحوار وكبول الاخر منظمات المجتمع المدني في مصر وصل عددها الى ما يقارب الاربعين الف منظمة هذا الكم الكبير ليس كما فقط ولكن ايضا له هذا التأثير ولكن حتى يكون لمنظمات المجتمع المدني التأثير يجب ان يكون لهذه المنظمات اطار تشريعي جيد يحكمها يجب ان يخفف الاعباء الادارية والقيود الادارية على منظمات المجتمع المدني حتى تعمل في جو ديمقراطي ولكن ايضا يجب على منظمات المجتمع المدني ان تتمتع هي الاخرى بالحكم الرشيدة التي ننادي به في مؤسسات الدولة يجب ان نتمتع بالشفافية التي ننادي بها في مؤسسات الدولة يجب ان يكون لديها كوادر بشرية قادرة على ادارة الحوار المجتمعي الشبكة المصرية في الفترة القادمة ان شاء الله ستتبنى حملة اسمها حاول تتحاور هذه الحملة التي نسعى من خلالها الى اعلاء قيم الحوار في المجتمع المصري لا تتوقف عند الانشطة التقليدية المرتبطة بورش تدريبية لاعداد الكوادر او التدريبات او نشر كتيبات ولكن ايضا نسعى الى دمج الفن نسعى الى عروض مسرحية تنشر الوعي باهمية الحوار والفرق بين الخلاف والاختلاف والفرق بين الصراع والنذاع نسعى الى ان يكون لدينا دمج بين الفن والمسرح والتحول الديمقراطي والحوار نسعى الوصول الى جميع المواطنين لاعلاء قيم الحوار المفروض اللي انا اخلص كلمتي من خمس لسبع دقائق لا اطيلة على حضراتكم ولكن اكرر الترحيب بكم على ارض مصر ارض الامن والامان وكما بدأت حديثي بالحديث عن السيدة انا لند اختتم ايضا بمقيلة عن انا لند فقد قال عنها زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين ان انا لند كان لديها اعتقاد لا يتزعزع بان الناس بإمكانهم تغيير الحاضر وتغيير المستقبل فلنعلم جميعا اننا من سنغير الحاضر ونحن من سنرسم خريطة المستقبل لوطن افضل لنا ولأولادنا شكرا لحضراتكم ادعو سيادة السفير جيمس للكلمة اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة المترجم للقناة للإقابة الأمريكي من المللح الأمريكي. أمريكي أتمنى أن أتمنى أن يكون دائرة Legacyية المترجمات الوصول على المشاهدة من الوصول على الجرام. إنها اشترك في تعلق الأشخاص بشكل مواجهة. إنها تختار في هذه الأساسسة، ومشاهدة في أنفسها تغير بشكل مواجهة. تغير بشكل مواجهة من تجربة في تشعر لا يمكنك استمع لها. والمعنام قد يتحدث بشكل مواجهة من المواجهة. The role of civil society since the revolution two and a half years ago, of course, has moved on. And we're here today to facilitate discussions on the challenges ahead and to try to look at some specific recommendations for action. Civil society organizations are at the heart of our societies, all societies these days. They mobilize people and resources to fight against discrimination and poverty. They draw the attention of politicians and institutions to public interest issues of the day. They provide valuable information about the challenges faced by the most vulnerable and excluded groups in society. And, of course, they very often contribute tremendously to the solutions to their problems, whether they be in the social domain, the economic domain, or in other areas. And, of course, they promote dialogue, which lies at the heart of democracy. So, the European Union believes that CSOs have a decisive and positive role to play to build this country's future, as they do everywhere else, including in the European Union itself. And we especially value your efforts to stimulate an active and fruitful debate, to promote democracy and social justice. And we believe it necessary to support your role as motors of change. To do that, we've developed various tools for support of civil society in different fields, including the promotion of human rights and democratization, support for non-state actors as development agents. And that's an important, very important part of civil society here in Egypt, as we all know. Support to organizations that are active in the cultural sector and the promotion of intercultural dialogue. And here, of course, the Anna Lynn Foundation plays an especially important role. And the EU has also set up a civil society facility to strengthen support to the sector. And we're about to launch a new program that will target CSOs active in socio-economic development. That is under discussion with the authorities and others here as we speak. We've heard about the Anna Lynn Foundation. I think it got a very good introduction just now. And I think you're all aware of what it does. But with the coverage of 42 countries, I think more than 3,000 member organizations now, has become part of the civil society core in the region, in all of the Mediterranean region. And we've just allocated an additional 3 million euros for the implementation by the ALF of the Citizens for Dialogue program, which, of course, is on the board before you. And with this, the foundation and the networks will provide increased support to CSOs in the Mediterranean region as the political context changes around us. We think this is going to make a major contribution to furthering intercultural dialogue and, indeed, to the objectives, the aspirations, the expectations of people here in Egypt and up and down the Mediterranean region. So we wish it well. And we want to support these initiatives and others going forward. We've made it very, very clear. Mrs. Ashton was here last week, as you may know. We made it very, very clear that our support to socioeconomic development in this country and to civil society will continue. Beyond no illusions, we will continue that support and we will go forward with this country to be as helpful as we can be as it searches its way to a democratic and prosperous future. Thank you so much. Have a good day. شكرا لساتي السفير. الكلمة الآن لساتي السفير أبو بكر مساعد وزير الخارجية المصري. فضل السفير. شكرا لساتي السفير ال� Awesome Thank you very much. Good morning. Ambassador Moran, EU ambassador to Egypt of the Costa Rica, Mr. Claret, Mr. Aguil, His Excellency Darko W insporski of Croatia, leaders from over the world, fellow Egyptians, أنا أبداً مطلعاً أن نكون هناك اليوم، أريد أن أعطي من أن أعطي على أن أعطيني أنني أخذني إلى هذا المهم المهم. أريد أن أعطي أعطيك على أن أعطيك في المنزل للرغم على تلك المهمة المهمة في تنظام الانالين فيه لذلك السنبليات. أعطيتي هنا في النظام اليوم هي تشبه إلى الجزء للتزاق safety and against the bottom Vetements of this institution, the respect of the role of the civil society and the profound conviction in the promotion of the new dynamic partnership between the government of Egypt and NGOs and civil society Said Perry 못ще por mir a first that I represent today welcomed the holding of this meeting that encompasses 10 foreign NGOs from all over the world 70 Egyptian NGOs with an outreaching to many governorates in Egypt أÉGIPT 11. ومن أستقل أن أرى هم السيدين من السوحق والزيادة الأشعج في ذلك وصدرها سيدة من السعيد وخصوص هذه المتحلقة أمريكة من حتى أهل المنوات الأغيرية الإجتماعية برض أحد الأخيرة أكثر الأضبعاً لنعم لا يكون هنا إذا لمعلكه إذا كان هذا المتحدة ثلاثتين ثم وإفترضوا أيضاً لّا ضرب أمورك أهل المتحدة الأنقل من المتحدة أكثر الإجتماعيسة على الإجتماعي بإمكاني المساعدة الماضي بشكل سوائر بشكل شيء على المتبعات بجلسيات الهاتفة ودعا سنجحها اكتفالي روالي بالموطنية و المتابعة صحيحة و الانتجام في المشاهدة الانتراضي في وضع المنتهيات في الوصول الاراة المنطقة،و ويحة المتبعات بشكل و الانتجام، لا نشأة الانتجام و و المتبعات الثانية التي تخلعها المحتوى التواصل الديول技術 وهاد تشبهاتك ملتنى ببعض المضيقين I would like to seize this opportunity to congratulate Mr Ayman O'Khil, the new head of the ALF network in Egypt, wishing him success and affirming my commitment and my readiness to cooperate with the ALF and its network in Egypt in order to promote our shared values of human culture. I would like to refer also to the name of your organization headed by you, I mean MAT, which means in the ancient Egyptian languages that symbolizes it brilliantly in two inseparable virtues, justice and order, as opposite to chaos. The grandsons of the pharaohs who have proven as wise as their ancestors and today they are striving to revive the spirit of their eternal civilization that they once spread across and all around the Mediterranean. We deem indispensable the active participation of CSOs in the government's socio-economic agenda. Hence, we try to formulate a draft of the new law that will sort out the work and the activities of the CSOs in Egypt. A rational assessment can't miss this new truthful relationship between the current government of Egypt and NGOs working in the field of women empowerment, family planning and combating the female genital mutilation. The conclusion of the ministerial conference on strengthening the role of women held last month in Paris and where Egypt plays a pivotal role constitute an important breakthrough for women empowerment in the Euromed space with checks and balances and follow-up measures for the first time. We welcome the launch of Tawrak and consider it a new tool that can be employed to make good use of the U.S. power that fueled the Egyptian revolution. To the U.S. participation in public life, education for citizenship and arts for change are all of great importance to the U.S. society, especially in the current phase. Finally, I would like to conclude by affirming that the Egyptian minister of foreign affairs is open up for working and cooperating with the Anna Lynn Foundation and its network for human rights in a new and active way which reflects the new trends that will prevail in Egypt. The trends which promote the values of human rights and preserve the national dignity of the Egyptian nation. Thank you very much for your attention. شكرا 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 صباح الخير أنا أحب أعرفكم أنا اسمي أمل مختار بحيثها بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بس الحقيقة أنا موجودة هنا مش بصفتي بحيثها في العلوم السياسية لكن بصفتي أحد المستفيدين من برنامج دورك وهو أحد برامج المؤسسة والبرنامج تم إطلاقه بعد أحداث الثورات العربية في تسعة دول عربية موريتانيا والمغرب والجزاير تونس ليبيا مصر فلسطين لبنان الأردن فيما يخص تجربتي كان عبارة عن مشروع للتوأمة وده معناه أن في جهتين منظمة من أحد الدول بتتفق مع منظمة مع دولة أخرى في الـ 42 دولة المشتركين في المؤسسة على أنهم بيتبادلوا بينهم وبين بعض أحد الأفراد اللي بيشتغلوا عندهم أنا في تجربتي مؤسسة الأهرام أو مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اتفق مع المعهد البولندي للدراسات الدولية على أني المفروض أن أنا سافرت في شهر إبريل الماضي وأحد الباحثين البولنديين جاء قعد عندنا في مركز الأهرام في شهر مايو الماضي فكرة المشروع أيما على فكرة نقل الخبرات وفكرة التعارف والتحاور ما بين دول الأورو متوسطية في مجال تخصصي أنا متخصصة داخل مركز الدراسات في دراسة الفترات الانتقالية بكل ما فيها من موضوعات احنا بنعيشها في الفترة الحالية بعد الثورة المصرية من كتابة الدستور والعدلة الانتقالية وإصلاح المؤسسات في العلوم الإنسانية بشكل عام ليس هناك مختبر ينفع الواحد يدخله علشان بيعمل الدراسات في تخصصه لكن هذا المختبر كان موجود في التجارب الدولية السابقة فصفري لدولة من الدول اللي مرت بالتحول الديمقراطي قابلينا بحوالي عشرين سنة كان فيه فايدة مهمة جدا بالنسبة لي أني شفت هذه التجربة عن قرب جدا وعملت مجموعة من المقابلات مع شخصيات كانت مسؤولة عن هذا التحول الديمقراطي واستفدت جدا عن قرب بشكل مختلف عن كونك بتقرأ مقال أو أحد الدراسات عن هذا التحول الديمقراطي أيضا هناك استفادة أخرى مش فقط في مجال التخصص لأنه ممكن أن في مهندس يعني حيسافر من بلد عربي إلى بلد أوروبي آخر لكن مش بس في مجال تخصصك ولكن أيضا في معاشتك لهذه الدولة وهذه الحضارة الأخرى بتستفيد أمور يومية وحياتية كثيرة جدا جدا نحن عيشنا على مدار عشرين سنة في الشأن السياسي كان هناك عدد ضخم من الكتابات والمقالات حول مفهوم صدام الحضارات وسراع الحضارات وكان أساسه هو أن الحضارات المختلفة يجب أن تتصارع وهناك حتمية للصدام لكن أنا أعتقد أن في برنامج دورك في فكرة أهمة جدا أن الحضارات المختلفة والشعوب المختلفة يجب أن تتعارف على بعضها وتنقل الخبرات المختلفة وليس بالضرورة أن يكون هناك سراع للحضارات وحوار ما بين الحضارات في استفادة لا حدود لها من انتقال أحد المواطنين من دولة عربية إلى دولة أوروبية وأحيانا من دولة أوروبية إلى دولة عربية نقل هذه الخبرات ليس دائما من الأقل ثقافة أو الأقل علما أو تحضرا ولكن يمكن أن أختم بآية هي موجهة لكل الناس وليس فقط للمسلمين عشان كده ينفع أن أقولها لكل الحضور يا أيها الناس إن قلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلة لتعارفوا إذن هناك أمر رباني أو فكرة أن المختلفون يجب أن يتعارفوا يتحاوروا يتبادلوا الخبرات وليس أن يتصارعوا ويتصادموا الحقيقة أنا في عندي قصص كثيرة أوي عن خبرتي في هذه الدولة ولكن يمكن يعني الوقت مش بيساعد لده لكن البرنامج والسفر أفدني كثيرا في مجال تخصصي وأفدني كثيرا في نظرتي إلى الآخر ونظرتي للمستقبل وإيه المفروض أنه يتغير ليس فقط تغيير الحكومات والتغيير من القمة ولكن التغيير الأساسي يجب أن يكون في المجتمع الفرق الحقيقي أو الأكبر بين المجتمعات العربية والمجتمعات الأوروبية ليس فقط في شكل الحكومة وبالتالي الثورات اللي بتغير فقط رأس الدولة لن توصلنا إلى شيء الثورة الحقيقية هي في القاع في المجتمع تغيير الناس وطباع الناس وثقافة الناس شكرا شكرا أستاذ أمل وإن شاء الله نتطلع أن في الأشهر القادمة يكون عندنا نماذج أخرى وتجارب نجحة تجربة الأستاذ أمل بإذن الله فبالحوار فقط هو المعبر لمجتمع الحرية والديمقراطية أخيرا وليس بآخر حسن الختام الأستاذ كلارت مدير مؤسسة أنا لند تفضلوا شكرا 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 So, as you are here, good morning to everybody. As you can imagine, I'm very happy to be here with such of an audience which proves that we can work in Egypt in the current context and that we will work more than ever for developing the views and the ideas and the projects of the Anna Lynn Foundation. سأتشغل مع بعض الهاتفات على الكثير من الوريين الذين حدوا هذا الوقت أولا شكر أبو بكره mín Сегодня من الأمور الأمور فيما نعم بوردان أبو بكره أبو بكره من الأمور الآن القائمة الأمور في هذه المويدة أشكر بالتطبير عن أيضا أيضا تجزيؤون بالطبриة بالمتعامة بالطبع بين المملكون جميعih للحضر عري father thank him all share members of the steering committee which is a group of white people who have been helping him in this work I want to thank of course the members of our network coming from the other countries which have been mentioned and I want to thank Amal for giving us this concrete example of what the Annaline foundation does and what we can do نهاية المتحدة حيث يتحدث في حيات إيجابية تحديث في حيات إيجابية وقتها لها حيات إيجابية. كما يحدث مع كل هذه المتحدة المتحدة، الآن الآخرين الإيجابية يتحدثون أجلسات، ولكن أيضا أجلسات. أجلسات تؤثر في كل أشياء التحديد في الحياة والمتحدة عام، فقط تحدثكون بعض بيشهات أن تحدثونわوبات، تحدثون بعض المليات which are essential for the intercultural mission of the dNLM Foundation. impl prayed in this new context is at the same time a challenge and an opportunity for the London Foundation because cultural dialogue is more necessary than ever and the civil society is willing to participate in building the future of Egypt. la background, as it has been said, was created 9 years ago for promoting intercultural dialogue and civil society participation and implementing such an ambitious goal in the new Egyptian context requires some new approaches some new tools and probably also some new language and that is the purpose of our meeting we will be here during 2 days involving 60 members of the Egyptian network لتنبطيقه السبب الواجتماعي لتنبطيقه للأسفل سبب الواجتماعي لكي يكون لديه مستخدمة للهديد في مستخدم سنبطيقين بعض الأشياء لتنبطيق هذا المستخدم أعتقد أن الشيء الرجل هو أن نظر في الواجتماعي وشيء الواجتماعي والمجتمع الذي كانت على المسجل de la revolución egyptiana building the work of the foundation on the values of dignity and freedom karama and horreya that is our main challenge and to work in egypt as we do in other arab and european countries for encouraging people to live together in diversity the second challenge is to make intercultural dialogue work within the egyptian society and across the Mediterranian. In this regard, I want to underline the significance of having among us representatives of our networks from Algeria, Bosnia, Zegovina, Denmark, Germany, Jordan, Lebanon, the Netherlands, Palestine, Poland, UK and Spain. Let me tell you also some of the opportunities we see in the current context in Egypt. قطعة تعطيئ مثل آؓ هاتف عملية Pictures عبور stagedِحد يبانية يبانية قلب العملية أعتقد أن من أ ottير هاتف أصابي هم أيضون For القبل themes من إنكاثектор العروس من العقاب أكون فيه النساء ليكون مشقبه مع الجوائيل بأسفل وفضل الفضل llegóيظة يعني عكثة compartي isexual диалог. The second opportunity is to build more social and cultural partnerships. In the last 8 years through our grants and through the work of our Networks the Foundation has promoted more than 200 partnerships between Egyptian civil society organizations and CSOs from other Uromet countries. I am convinced that today, in the new context the interest of our Network members لعمل مع اجيبتون مالك إلتقالي وليس كذلك وهذه سابقات لكى نتوار 거대 第三 سابقات لبعض الانالين جنب في التعادي لترى الانالين في النار الإجابيشة والعزياد الإجابيشة الانالية أمن من أعطاء الأليم والعمل من المعني والانالينوف وكما النکال والاوريتين والقيام الأيوبي are committed in preserving this diversity. I think that with our experience in developing spaces for dialogue and cultural coexistence in other countries, we can and we should contribute to this objective. And finally, ladies and gentlemen, a word about the Anani Foundation in Egypt and the role of the Egyptian network and the collaboration between the network and the headquarters which are in Alexandria. I want to say very clearly أن الكثير من الجزانب الزمن الرجال عنها في منتكالة لأنها تعمل من من، سنة 2005، الالف هي الأنين من الطائفة المهدرانية من الخارج المediterranean الجزانبية على المقارب مرد المهدرانية. إنها تункقي أننا نفسها مرضى مهدر ت purpose للك ومن الطائفة المهدرانية التي يخلص المهدرانية ويبدأ في المملكة على المشاركة من كل مملكاتهم. وأنا أريد أن أجل أن تكون المساعدة لتعرفة المساعدة في المساعدة هي مملكة لتعرفة لتعرفة المساعدة للغاية المدينة للغاية. نحن في ألقصدر وريد أن نتعرف لعمل من ألقصدر ومعهم من المكان يكون من المملكة في كيروة ومن يتعاوني في تجرباتينا في إجبارات المشارقة في هذا المكان يجب أن أتجابكم أن أعرف نحن نتعاون في الأشياء المعرفوية معاً على أخرى تقدمنا الكثير من المنزل المعرفوية الجمهورية ستعاون الأعمال والمعرفوية والمعرفوية ستعاون الخاصة على تجربات مفهورية حيث يتعاون بكثير مع المعرفوية وهنا نزيد أن هذا التواجه به عنه حيث الآن بأمباس أبو باقرد حمفي كما قلت لك نحن مدينة بأشياء مع المؤكد المنوات أممان الأكيل ومدينة الماد نحن نحن يتكلم هذا المنوات ونعم لأسكلم بإمكاني مقالية في المنوات تتكلمت من المنوات الأمم ومشاركة أن أعطى معنا أن أعطى الناس ما هو يجب أن يجب أن يعمل اليساق فراته فهو يجب أن يكون المجتمع لكي يجب أن تكون المجتمع لكل شخص على المرآن ويجب أن يجب أن تضغط جدًا مجتمع معك وكبشات أعطى. العالمية فقط. We have the challenge to work together, the international headquarters and the network. And we have now some programs which are particularly focused on the Arab civil societies. And these programs are a very important tool for you. The TORAC program which has been referred to but also the Young Arab Voices program which has been very much successful in Egypt in the last couple of years. involving более than 50.000 jóvenes from 19 governors working in debating activities. To finalize, let me tell you that in the coming months we will implement a variety of activities tailored for the Egyptian society. Among them, the Alexandria Education Convention, where we will launch our first toolkit for intercultural citizenship, الفيديو فراجل بار في أسكان ديوريا يتعجل في أمريل 2014 تدوري علاق حيث عن روالي العديد في علاقات كولترية وفضلًا وليس أعلى اعجابة لتعبات الجزائرية يتعجل في عبارة 2014 ويتعجل أكثر من 400 تحديد المساعدة في الوصول المجتمع السابق أفضل من منزل من الممتورين من المترجمين ، وكي على المشاهدة ، شكرا جزيلا شكرا مستر كلياريت حاليا هنسمع بعض الاسئلة من السادة الصحفيين احنا قدامنا تقريبا حوالي تلت ساعة لان اعتقد سادة السفير مرتبط بمعاد فهنخلي الاسئلة خاصة بالزملاء الصحفيين والاعلاميين اما اعضاء الشبكة فممكن يعني احنا على مدار اليومين قاعدين مع بعض فممكن نسمع اسئلة اتفضل يا حضوريتك ممكن مايك ممكن مايك للاسئلة اتفضل يا فندي اتفضل يا فندي اتفضل يا فندي اتفضل يا فتما تقدم من سعرت شكرا جزيلا جميل من السادة الفيديو اتفاضل يا فتما بادوي انا ستالصو اتفضل يا باريوم فهنا ستالصو يا فريقا باريوم شكرا يا سيد. بس هو مخصص إيه للجامعيات الأهلية أو لمؤسسة أنا لند. شكرا أستاذ عبلا. سؤال تاني. في حد يحب يسأل تاني. طيب. إني يجاوب على السؤالين دول لحد ما تشوف بألس. شكرا. 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 شكرا للمساعدين على أنتظم التعاوية من خلالي لبعض الغدوات. من المناطق ، الم� import شخص في عالي من المناطق ، ومال مخلوق ، انتظم التعاوية من خلال في العالم. المتحدث عن المتحدث عن المتحدث عن المتحدث عن المعارضة ويقالها تكون مستحيلة الجهازية تجاهد أول تقليل وكما تصبح مستحيلة أمر لديك كثير من خلال 2 أبعوه وتي تكون مستحيلة أماكن هي الآن وهذا يصبح مستحيلة تقليل في مجزولة ومعجزة أفضل الإنساني لديه للغاية لوحدة، وضع الحديث، وضع عدم، صفحة، وضع معنى، وضعب أن هذه المحالمين يتم محöllيفة بإنه إنتهي سهل لفضلك، هذه المحليلات ليشترك، فلا تجربة جدًب عن ايش بوافارة و هذا ينظر أن تجربة مهمة لفظة الجنة وذلك لعبنا أن تجربة المفادي أجربة المعاملات والممتعين في المتعالي التي تجربة إلى هذا الموضوع فإنه لا تجربة لكي تحيييه إلا تجربة المتعالي المتعالي ويأتي لنصبت بها في أجل وقت ممتعين عندما يتاكد أن يكون هذا القليل. هذا في الواقع السؤال، أيضا سوى الاتفاق handlingية أشكرا. يتقوم بفعل الأشكرا في الأشكرا في الإجابة whoeverيك في التجفززين لا يوجد علينا أيضاً لدينا أيضاً لدينا الأشكرا. لكني لا يوجد أشكراها، لدينا سأشكراً لدينا ذلك أشكراها تهلاً إجابة اشكراً إبداعنا اشكراً لدينا فوق هي Muchة قعدة العملية، ونفذيق ذلك بالقبال أن حريةBE، أمدت أنت إمجرأة رحية وإن الخاصة، لإمجرأة وشراء على هذا المج какаяتري او عدد مجرعات الثرانات. على المساعدات المساعدة الثالث ، هذه النفسية لجمع المساعدة الثالثة جزيرة على العوود في بناء العالم. محل gözالوا لإمجراء تقريبون، ودعوальном عاديل أقارب لإمجراء الثولة. هذه لا تستخدم الثالثة الكفات الأممماتية الأخرى. The Anna Lin Foundation, as Mr. Clarion will tell you, is funded not only by the EU but also by the EU member states and others. But we do make a substantial contribution to the Anna Lin Foundation. But here in the country, apart from regional activities, we have these items going on. Now, I want to also – I know that in the press, Akram on the 3rd of October had listed a number of organizations obtaining foreign funds from Europe confidentially. And I think the purpose of that article and some others is to cast a doubt on the bona fide nature of some of the organizations and activities that we support. Well, I just want to tell you that most of the organizations that we support here operate within the NGO law. There are others that have had some difficulties related to their registration and the processing of funding. And in many cases, this has been due to the lack of – frankly, the lack of efficiency and transparency in that law. And we have been and we continue to engage with the authorities now. We engage with the previous administration on this, who were unable to improve things. But to do this in the belief that a new NGO law can be passed here that meets international standards and creates the kind of enabling environment for the work of civil society that you need. And we want to continue that engagement. We've done it through the Venice Commission and others and to be helpful wherever we can to bring best practice in this regard. But in any event, our activities under civil society will continue. We believe it to be a fundamental part of our relationship with this great country. And we will continue. Thank you. شكرا شكرا اتفضل يا فانديم في سؤال تاني حبد الرحمن حمات جريد الشرق الأوسط المصرية هناك اتهامات لمؤسسات المجتمع المدني بأنها مؤسسات تسعى للتمويل فقط وأنها تتدخل بطريقة غير مباشرة في السياسات المصرية ما رد حضرتك على ذلك السيد السفير في سؤال تاني حد عايز يسأل فاضل السيد السفير شكرا 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 Nobody can build democracy without it. There are those in authority, now perhaps, and there were those in authority in the past. Both in the previous administration of Mr Morsi and prior to that, who probably would say that any advocacy by any civil society organization is somehow interfering in the process of the country? Well I think you have to take this case by case, and you have to accept that they are making a contribution, in most cases وشكراً أحباء التي يجب علينا التتخفض على تجلز المنşرة شكراً جزائلاً الأخر مداخل عماد حجاب من الأهرام أخر سؤال أخر سؤال عماد حجاب من الأهرام لا لن أتوقع 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 مهدد قبل أن القبيل الهدف أتوقع أقول أكثر أحد. هذه المتنة هي مجرد في الواضحة. المتنة من المتنة ستتحدث في العربية بعد أن أرسل المتنة في العربية. هذه المتنة هي مجرد المتنة للمتنة اجتب في المتنة في المتنة وهادة المتنة في هذا الدورق تقييم القرم فإنها تحضمت بجم تحشف المتنة لذلك يجب أن يفهمون أن يمكن أن يكون هناك مشوك العمل عن المواصلات. أخبروه مرّسك من هذا المواصل ، لكن مهم ان العمل هي أن المتعلم بأن تงنيention أن يقوموا بها جميع المواصلات من المواصلات وما يقومون برحال째 أجيبسيين. هذا هو بشيء ، لأنه سواء ، سواء ، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ماذا نريد للمجتمع المجتمع؟ وأنا جميل جداً بأن المجتمع الأوروبية أفهم أن هذا هو طريق أفضل الطريق للتعديد من مجتمع المجتمع المجتمع شكراً جداً عدة عقبات في مصاره الطويل اللي تجاوز أكتر من مئة سنة وأنا بشكر الرؤية التي ترحها الاتحاد الأوروبي حالياً في دعم منظمات المجتمع المدني وأنا كواحد شاركتي في عمل منظمات المجتمع المدني على مدى عشر سنوات بجد هناك ضرورة من أن المجتمع أن الاتحاد الأوروبي يلعب دور رئيسي في تنمية قدرات منظمات المجتمع المدني خاصة الشاب التي تكونت عقب الثورة أو مؤسسات المجتمع المدني الوسيطة اللي هي عمرها لا يتجاوز أربع أو خمس سنوات فيسعدني أن نتعرف على خطتكم لدعم القدرات المجتمع المدني فضلاً عن المشروعات التي ستنفذها مؤسسة أناليندا أو شبكة أناليندا المصرية لأن ده سيساعد في فهم أكثر للسادة الصحفيين والإعلاميين المشاركين في هذا اللقاء وشكراً وشكراً في تنمية قوقع المستخدمين للقمس لعراب في الماستخدام which means that we know all of us that there's no democracy without civil society participation there's no real democracy without civil society participation but civil society participation needs some skills needs some experience and that's what we are trying to do not giving you ideas coming from other places no, among you, organizing meetings among Egyptians and trying to develop your own conception of what civil society should be in Egypt and this, the same we are doing now in Jordan we are doing in Lebanon, we are doing in Palestine in Algeria, in Morocco, etc, etc, in Tunisia also and the DOREC program is also a program oriented to try to share experiences between the civil society of the different Arab countries and probably this is something new because there are not many, many bridges between the Arab countries and the Alien Foundation wants to be a bridge between Egypt and the whole ten Arab Mediterranean countries and we will organize a lot of events bringing together people from the different networks of our and I'm sure that in this event we will organize at the end of 2014 in Cairo this regional convention for citizenship in Cairo this convention should be and can be a good opportunity to define a kind of program for the Arab civil society participation but this program should come from the Arab countries cannot be the copy and paste of the program we had in my country in Spain 30 years ago or the program they have in Poland or in the Netherlands you can take our experience you can share some ideas of what happened in the European countries but the thing which is more important is sharing between you, between the Arabs experiences and defining a program tailored according to your needs